أهلا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد ونهار جديد نتمنى هالفيديو يلقاكم في صحة جيدة وفي راحة البال اللي مريد اللي يشافيه واللي في ضيق اللي يسهل عليه ويخفف عليه يعني الأحوال جد بنية اليوم غادي نديروا واحد الفيديو على واحد البودور صحية نتمنى أن يكون عندكم هالبودور في الدار ونتمنى أن هالبودور تكونوا عارفينها وتستعملوها في الحياة اليومية ديالكم يعني ستكون في التقدية ديالكم نتمنى أن تتحدوها لأنها مهمة بزاف للصحة ديالنا هذا البودور هادي كيف تتشوفوه هي بودور الشياء تتكون بين الأبيض والأسود تتكون واحد الحبوب صغيرة صغيرة بزاف ولكن الفوائد ديالها كبيرة بزاف بزاف هاد بودور الشياء هادي الأصل ديالها من المكسيك يعني كانوا الناس القدام تستعملوها هاد بودور الشياء هادي يعني لها فوائد كثيرة تحتوي على مضادات الأكسادة وعلى كمية مرتفعة من الألياف وعلى البروتين لأنها هي تتساعد على فقدان الوزن تحتوي على كمية مرتفعة من دهون أوميغا 3 تزيد من صحة العظام وتنظم مسويات السكر في الدم هاد بودور الشياء هادي مزيان الأطفال مزيان للنساء مزيان الرياضيين تنسعملوها في بزاف الحوائيج يعني في بزاف أنواع دي الأكل ديالنا أول حاجة نقدرون ديروها وهي أنها تنديروها في كاس ديال الماء شفتوا؟ كاس ديال الماء تندير فيها معلقة صغيرة ديال بودور الشياء وتنخليها 1-5 دقيق أو 10 دقيق لأنها تتخذ الماء تتولي بحال هاكدا من الأحسن نديروها في الماء ونحليوها 1-5 دقيق أو 10 دقيق ومن بعد نشربوها نقدرو نديروها نديروها في الشوربة ديال الشوفن ديالنا في الصباح نقدرو نديروها في الخبز في المعجونة ديالنا نقدرو نزيدوها على دانون ونشربوه نقدرو نديروها في العاصر نقدرو نديروها في الصالد ديالنا في ثروت صالد يعني كما نديرو صالد دفغوي نزيدوها تهيايا ولكن من الأحسن نديرو نديروها في السوائل نديروها في الماء لكي تتخذ كمية كثيرة من الماء او نشربو او نخذوها تقريبا شي معلقا ونشربو عليها المبزاف اليوم انا هي تدر يعني في بزاف الوصفات اليوم جبت لكم واحد الوصفة فعالة لانقاص الوزن تدر فيها هاد بودورشية هاد بودورشية هاد فيها الألياف كثيرة وتتخلينا يعني فاش نناكلوها ما تتخليناش نجوعو بزاف يعني ما تنجوعوش دغياء يعني بحادة بايا يلاحظيناها في الصباح ما نتوش نناكلو لذيك الفطراء بين الفطور والغداء تلغداء عادة نقدرو نناكلو يعني هي تتسب الشهية اليوم غدي نديرو واحد الوصفة ديال انقاص الوزن تساعد على انقاص الوزن لان انقاص الوزن خصو الرجيم خصو الاكل الصحي خصو الرياضة خصو شرب الماء بكثرة هاد المشروب هادا انا تسميه مشروب ذهابي لان اللون دياله ذهبي ومزيان وتساعدنا باش نقص الوزن والمدق دياله يعني ماشي صعيب انقاص الوزن عادي تتعودو علي هنقاص الوزن خصو الوزن خصو الحليب هادا هادي ناخدو هادا هادي ناخدو كاس ديال الحليب سوف نزيد عليه شوية زنجبيل تقريبا واحد رسم عالقة رسم عالقة زنجبيل سوف نزيد عليه رسم عالقة القرفة مطحونة سوف نزيد عليه رسم عالقة ديال الكوركم الكوركم البلدي رسم عالقة يعني في اللغور نديرو شوية 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 نتعويه على هذا المشروط ثم نزيده أربعة عالقة فهمتو؟ على حساب كل واحد وكيف الشي يقدر يشرب هاد هاد شي تكون في سكنجبيل والقرفة سوف نزيد عليه رسم عالقة ديال الكوركم بقدرنا الحليب دافي الحليب دفينا واحد شوية زدنا عليه رسم عالقة ديال سكنجبيل رسم عالقة ديال الكرفة رسم عالقة ديال الكوركم إلا بغينا نديرو واحد قريصة ديال البزار ونحركو هاد شي نحركوه مزيان ممكن نخوف كاس واحد اخر باش يتخلط لنا مزيان هاد الشي العناصر يتخلطو مزيان 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 ومن بعد عاد نضيفو عليه واحد المعلقة صغيرة عامرة ديال بودورشية هاد بودورشية هادي تتعطينا تل انيرجي يعني تتعطينا القوة النهار كله تجي تكون عندنا واحد انيرجي وبنسبة لاتل اطفال قدوا تعطيوهم شفتو اذا بايح ندرنا هاد خالد لنا هادي نزيد عليه واحد المعلقة كبيرة ديال بودورشية فالولا تبدو بهاد المقدار هاد ومن بعد تبدو تضيفوه ها من الاحسن فالنهار تتاخدو معلقة ونصف كبيرة من بودورشية فالنهار ما تزيدوش عليها يعني بغيتو تقسموها على النهار كله بغيتو تاخدوها فوق سواحد خدوها لكن ما تفوتوش معلقة كبيرة ونصف ديال بودورشية فاش عاود ماشي ان مشيو تولي اضرار جانبية ديال بودورشية سوف نخلطو هاد الخالط هذا نخليه واحد خمسة دقيق او عشرة دقيق باش هاد بودورشية تتشرب لنا هاداك الحليب لانا هي من الاحسن تتشرب هاداك السوائل ومن بعد نشربوها من الاحسن تنصح بي انا تشربوها في الصباح قدرتو على هاداك الحليب وازد سربوه في الصباح الماومات , بعد نشربوه هذه الغطاك حدث سربوه فيصول الخضاء وجوة دياقوموا شربوه و مامر لبقى الاغضاء كنتم من الناس ليترمو ان مgorوات تعديوه ً فقط утعودyt هذا شوفوا الماء كيف تلقيت بودورشية تشربوها بحل هاقدر ممكن تديروها في اتاي اتاي العادي بلسكر وتديرو في اتاي بارد حيث حنا هنا يتم شربو اتاي بارد بزاف تديرو عليه بودورشية وتشربوه هاد المشروب هاد تساعد في انقاس الوزن تاخدوه مرة في النهار تشربو كاس في الصباح و كاس قبل ما تناسوا ولكن في الاول اخدوا واحد في الصباح و غادي تشوفوا النتيجة مع شرب الماء مع بعض الحركات الرياضية مع اكل متوازن ماشي هاد الوصفات يعني غادي ناخد الكاس هاكده و غادي ناخد المسمن و البغرير والحلوة و غادي نقول غادي نضع فهذا يساعد على انقاس الوزن ماشي تينقص الوزن ولكن يساعد على انقاس الوزن نتمنى هاد الوصفة هادي اتجربوها لانها لانه اللي بغيت نقول لكم انا هو الكوركم مع بودورشية يعني واحد البودور واحد هاد الكوركم هاد حنا كنا نتنسى عملوه في الطياب مكننش نتنسى عملوه في الوصفات الجميلية في الوصفات ديال الرجيم هاد بودورشية هادي يعني رخيصة و موجودة تتعطينا القوة تتعطينا صحية هاد بودورشية هادي هاد بودورشية هادي ولكن تنقول انا وتنعودها مع القوة ونصف للشخص في النهار وهاد بودورشية هادي سوف نأخذها بالعبار في المغارية في المحلات القبرى لا يوجد مضاق محايد تنصح بأنها تنقع في الماء عشرة دقائق لتأخذ السوائل أو تنقعها في الحليب تنصح بأنها تنصح بأنها تنصح بأنها تكون لديك ومزيانة الدرارة في المدرسة ومزيانة النساء في إنقاس الوزن نتمنى هذا الفيديو يعجبكم ونتمنى أنكم تبرتجوا هذا الفيديو مع الناس الذين تعرفوا أنهم تقلبوا على الأشياء الصحية ومعروفة أول مرة سوف نعرف بها لكن أريد أن أذكركم بها لأنه في الأكل ديالي نأخذها يومياً وشفت عليها النتيجة مزيانة وأول حاجة حبوب رخيصة لا يوجد مضاق لا يوجد مضاق أي شخص يأخذها سهلة لا تنطحنوها بحل حبوب الكتان لا يوجد مجهود لا يوجد مجهود لا يوجد مجهود لا يوجد شيء سهل نتمنى ونطلب منكم أنكم تدخلوها في الأكل ديالكم وتدخلوا هذا البودور وتدخلوا هذا الأعشاب لأنهم هما يساعدوننا لكي نكونوا صحيين وتدخلوا المغال وتدخلوا وتدخلوا في الأدوية وفي الكيميائية كيميائية يعني في الأدوية الكيميائية يجب أن نعاونوا راسنا بهذه الحبوب وبهذا الشيء كي نقوموا هذا الأكل في الأدوية وهذا الجو وهذا الشيء يجب أن نعاونوا راسنا بهذا الشيء نتمنى أن لا أصدعتكم ونتمنى أن لا أطول ولكن أبغيت ندخل لكم هذا الفكرة أنكم يجب أن يكونوا هذه الحبوب في دار ويكون توكروها الوليداتكم وتكون في الكوزينة ما غالياش ما صعباش لا في الطبخ نتمنى أن نهاركم يكون زيان ونتمنى أن تكونوا صحة جيدة وفراحة بال ولقاكم في فيديو آخر إن شاء الله مع السلامة باباي